سياسيا استقبل الأمين العام لتجمع الوطني الديمقراطي أحمد ويحيا سفيرة الولايات المتحدة بالجزائر جوان بولاشيك بالمقر المركزي للحزب ببنع كنون في الجزائر العاصمة وحسب ما تم نشره على الصفحة الرسمية للأرن دي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فإن المباحثات التي جمعت ويحيا بسفيرة واشنطن بالجزائر تناولت مختلف المرفات على الصعيدين الوطني والدولي اشتركوا في القناة